مما لا شك فيه انه حديث الساعة بل هو حديث كل ساعة يمكن للأيام القليلة الماضية هي القمة قمة القاهرة للسلام احنا بنتكلم على قمة قتيجة قولي القضية قولك هو قمة القاهرة للسلام معمولة علشان القضية العربية تحديدا احنا بنتكلم على قضية للأسف شديد شديد جدا احنا بنتكلم على قيام دولة وإعلانها سنة 1948 ومن الوقت ده يعني انا من ابناء انه لازم يتتسع رقعة السرد لما قبل 1948 لكن انا انا بتكلم على صراعنا بين دولتين ابدأ من 1948 انقردت طب من 1948 للأسف الشديد لم تحل من 1948 كانت مصر الحقيقية اللي حاملت هذه الحقيبة باعتبارها القضية المركزية لمصر طيب من 1948 حتى هذه اللحظة لا توجد حلول انا لدي يقين ما اليقين مبني في اقل تقديراته على ما تم النهاردة في هذه القمة مش هقولك بقى كمان على الجهود المصرية من 2014 حتى دلوقتي لا ده انا هقولك ودلوقتي انت عملت قمة عالمية حضرها الناس من اوروبا حضرها بتتكلم على تسع رؤساء دول حلو وولي عهد بتتكلم على ست رؤساء حكومات بتتكلم على 19 وزير خارجية بتتكلم على ثلاث مبعوثين خاصين بتتكلم على ثلاث منظمات اقليمية واممية بما فيهم انتونيو وجوترش السكرتير عام الأمم المتحدة فاحنا بنتكلم عمليا على انه ايوة طبعا مصر نجحت في وضع القضية مرة تانية في بقرة الاحداث الدولية حتى مش زي ما كنت بقولك من شوية انها اعادت القضية الى الجندة الدولية لا ده حطتها في بقرة الاهتمام العالمي لانه مصر اظهرت الحقيقة كل ما يحدث تاريخيا في هذه القضية من قتل وعنف وترويع للفلسطينيين من جهة ومن جهة اخرى ما يحدث الان على اراضي قطع غزة